فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اضمانوا لست من أنفسكم أضمن لكم الجنة أضمن لكم الجنة واصدقوا إذا حددتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتوا منتم وحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم الحديث روه الإمام أحمد والحاكم ابن حبان هذا الحديث فيه ترغيب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أمته على أن يضمنوا لأنفسهم ويحرصوا على هذه الأمور الست فيضمنوا لهم الجنة الجنة قريبة سهلة يسيرة على من يسرى الله عز وجل عليه أمور ستة باستطاعتك أن تأتي بها ولذلكم من أراد أن يدخل الجنة في يدخل إلا من امتنع ورفض أن يدخل وش كان شيء واحد اللي يرفض يدخل الجنة كاين ما أكثرهم لا يريد أن يدخل الجنة يريد أن يدخل الجنة ولكن بالأمان يريد أن يدخل الجنة ولكن بالنعاس يريد أن يدخل الجنة ولكن بالمعاصي لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة أنضمن لكم الجنة ما هو الضامن هو الرسول صلى الله عليه وسلم شوفوا الإنسان يبغي يشري شيء حاجة كي يلقى فيها الضمانة واحد الحاجة أخرى ما فيها الضمانة كيف يشري؟ يشري التي فيها الضمانة يمشي الإنسان يسلف مال من شخص يقول له ائتني بالضامن من يضمان لك رد مالي شكل غد يضمن لي من يضمان لي رد مالي شكل يضمن لي أنه رد مالي يأتني بالضامن يضمن لي ويكون ضامن بنانا في حالة ما إذا أنكرتني فهو الذي يتحمل المسؤولية فيأتي بالضامن وهذا الضامن خصو يكون صادق يكون فيه مواصفات تعال أمانة فأنت ترتاح حينما ترى شخص عدل صادق ضامن ضامن وتسلف له لأنه عندك الضامن إذن في هذا الحديث يكون هو الضامن لدخول جنة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم أمين وصادق ومصدوق وهو الصادق والمصدوق النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضمنوا لي ستا من أنفسكم كل واحد يقوم بها نضمن لكم الجنة هذه الجنة سهلة هذه الأمور ماشي في العبادات هذه الأمور ماشي في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج لا في المعاملات شوفوا أهمية المعاملات في بعض الحين ما تبقىش في الصلاة روخة تصلي وتصوب وتقوم الليل وتحج ولكن عندك الأخلاق سيئة فلا معنى لهذه العبادات تكون عندك المعاملة حسنة نابعة من الإسلام حينئذ يكون للصلاة مفهوم العبادات مفهوم حقيقي وكلها معنى تكون لها لذة إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضمنوا لي ستا من أنفسكم من وضنكم الجنة إذن الأمر الأول أصدقوا إذا حدثتوا لما تكلموا مع الناس كنوا صادقين تبيعوا وتشريوا كنوا صادقين في المعاملات لكم يكون عندكم الصدق ما تكذبوش المؤمن لا يكذب المؤمن لا يكذب في هذه الساعة في هذه الزمان الكاذب هو هو الشائع الكاذب هو الشعر نتعب نادم الأهل اللي بغى يرووج سلعة دياله ويكذب اللي بغى يرووج العمل دياله ويكذب اللي بغى يبيع ويشريم زيان يكذب اللي بغى يتيقوا فيه الناس يكذب تيقوا فيه الناس يكذب باش يكسب الناس الكاذب بغى يتزوج يكذب بغى يبني يكذب بغى يمشي شيء إدارة يكذب الكاذب صار هو الشعر تاعب نادم الأن في الزمان ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامة الساعة يكثر الكاذب الكاذب في الهاتف الكاذب في وسائل التواصل الاجتماع غير الكاذب 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 بعض المرة كان صفحه كان لقى غير كاذب النس غير تكذب الصورة ولا الخبر ديالي عشرين عام وثلاثين عام وينقلوا على الصفحة دياله ويقوله شوف هذا يبقى كذا فيه كذا هو ماشي هنا ماشي الكاذب كالي سيتكلم مع صاحبه يكذب عليه يصفت له شيء حاجة يكذب عليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة يكثر الكاذب كثر الكاذب حتى ان الانسان يحطار ايش كون يصدق فين هو الصادق وفين هو الكاذب ولذلك الان الان الوحد يتكلم مع الاخر عنده تسعين في المياه نتاع الكاذب يعني في مخيلته وعشرة ولا اقل من الصدق صار الانسان لا يصدق في هذا الزمان ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي ضمن لي الصدق يكون صادق في معاملتي في اقواله وفعاله اضمن له الجنة اضمن له الجنة هذه اولا واوفوا اذا وعدتم اعطيت العهد ووفي به ووفي بالعهد مع الناس في الوقت في البيع الشراء في كل شيء في فعل الخيرات وعد يقول غادي ندير وما ديرش وباستطاعته انه يفعل فهذا خائل للعهد ومن علامة المنافق اذا وعده اخلف يقول لك الواحدة غادي نجي راح اردلك الدين غادي اردلك الدين في هذا الشهر اروح عام عامين تلت سنين كي اللي تزوج دير الدين مش عند النجار ولا مش عند العداد ولا بغيت كذا بغيت كذا انا واحد الشهر اتزوج وولد دا العقيقة وولد 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 زوج هو عنده الحفاد وماذا مخلص انا مصيبة كي اللي يطعم ولاده غير الحراب واوفوا اذا وعدتم من صفات المؤمن الوفاء بالعهد الصفة الثالثة العمر الثالث وادوا اذا اتوا منتم وادوا اذا اتوا منتم ماذا هي الامانة دائما نحنا كنا نمشيون الفلوس لا مشي كلها الفلوس امانة اولا نطلقهم العبادات العبادات هي امانة الوضوء ارى امانة عارف كيف توضع امانة ستسأل عن علم القيامة الصلاة امانة عندك فرقبتك اديها فوقتها الصيام امانة الزكاة امانة الحج امانة العبادات كلها مع الله امانة الدين امانة ان عرضنا الامانة على السماوات ورضي والجبال فابينا ان يحمنا واشفقنا منها وحمالها لانسان انه كان ضلوما جهولا هذه امانات اولادك امانة تربيهم على الدين على الاسلام هذه امانة ثم تأتي الامانات الدين امانة وهتسلف لك امانة اعطالك شي امانة قالك حافظ عليها امانة اعطالك شي سير امانة اعطالك شي كلام امانة امانة المجالس كنت مع شي ناس كتتحدثوا ما تخررش الهضراء امانة الرصاص بيقول مجالسه بالامانات بالامانات دخلت عن شي ضار شي واحد شتي حاجة امانة تخررش الهضراء امانة اليوم في الزمان ابنادم ولا بحالة الغربان اللي يدرتوا فيه يطيح يشدلك السير ابدا تقول له شي سير يقولك اه كلمك في بئر عميق هو غين تتبع يخرج عليك الهضراء سبحان الله هذا زمان قيل والقال فادوا اذا اتوا منتم ادوا الامان ان الله يامركم ان تودوا لما ناتي الى اهلها اذا هذه الصفة ثالثة الصفة الرابعة واحفظوا فروجكم كذلك هذا الزمان صلى الله عليه وسلم كثرة الفواحش والزنا والمعاصي ما هو الفواحش الزنا ومقدماته راه النظرة هي سبيل الطريق إلى الزنا العينان تزنيان الرصص يقول العينان تزنيان وزناهما النظر النظر بالتأمل فيه فأميرنا ان غضاب صارنا فت عليك امرأة اشدك انت تنظر لها لماذا تنظروا اليها غضبه صارك اعتبر ذلك المرأة هي اختك هي الزوجة ديالك هي امك واذا تبغيش واحد ينظر لها اعتبرها انها واختك كل المؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنع كذلك ننسى وكل المؤمنات يغضون من بصارهن ويحفظنا فروجهن غضوا البصار ماشي الانساني غضوا البصار حتى يبقى يتيح في المشيات دياله غضوا البصار بمعنى ان لا تنظر نظرات شهوة النظرة الاولى كما قلنا بصاص النظرات الاولى لك والثانية عليك الفرق بين النظرة والنظرة تكلم على المرأة عادي امر عادي تسوي لك تنظر اليها عادي ولكن عندك شيء نظراء اخرى فتتعليك ما علاقتك بها ما عندك شيء علاقة بها انتك تنظر ليها خصوصا فيما فاتنيها فهو محرم اذا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا اللي اضمن انه احفظ الفرج دياله من الوقوع به في الحرام اضمن له الجنة نظمن له الجنة ولذلك من صفات المؤمنين المؤمنين لأنه نبي تختلط الانساب وهذا سبب الخراب والدمار للمجتمعات سبب الخمار جوج اللي حذرنا منه من النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الزنا وغضوا ابصاركم احفظوا ابصاركم فالبصر سهم من سهم ابليس البصر هو السهم من سهم ابليس انظر الانسان وكأن الانسان طعن نفسه وطعن قلبه يعني اذا نظر الى الحرام ما شغل في الواقع في وسائل التواصل الاجتماعي انسان ينظر الى النساء الاجنبيات فهذا سيحاسب عليه يوم القياما صلى الله سلم خصوص النظر الان صار امرا سهلا في متناول الجميع والواحد الى بغى يشوف 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 النظر الان مطلق ومفتوح هذا زمن الفتن وكثرة الفتن اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول غضوا ابصاركم احفظوا انفسكم احفظوا ابصاركم تحكموا فيها شوفوا الله عز وجل الله جعلنا العينين كل عين لها طبقة وكأنه باب ولا نافذ نغلق تفتحوا تغلقوا الفم كذلك يتفتح ويتغلق تخليش داي من عينك مفتوحة مالك تبقى تشدهم شوي فم كذلك غلقوا اذا كان في مرضاتي لا تكلم اذا كان في غير مرضاتي ابلع بلع اغلق الصفة الاخيرة للساديسة وكفوا ايديكم وكفوا ايديكم وكفوا ايديكم يعني يش لو كفوا ايديكم عندنا بسطل يد وعندنا كفوه يعني انك تبسطو تفتحوا وهذه كناية كفوا ايديكم بمعنى ما تطلقوهاش في الحرام ما تضربوش بهالناس ولا تبسطوها لأكل الحرام ولأخذ المال الحرام من الرشوة ومن الحرام كيفما كان الريباء ما تمدش يدك للحرام يدك لا تمدها الا الى الحلال وهذا كذلك مما كثور في هالزمان الحرام هو حلال ما حل في اليد بسهولة هذا هو الزمن دي للتصوير بتاع البشر الان ما حل بيديك ارى حرام واللي ما قدرتش عليه ارى ما حل بيديك ارى حلال وما لم تقدر عليه فهو حرام يعني عكس اللي قدر عليه الانسان صار حلالا واللي ما قدر لهش ها صار حرام عليه والله المسلم اللا كي يقولوا شي نكتا شي ثعلب اسمع الواحد جياج اكتا جياج كي ينقنقوا فنقز عند ذلك الزريبة السياج واخذها وحدها وناظره معاها هو الثعلب وهو الثعلب لما طار بغي يخرج طاحت له ذلك الجياجة وشاف فيها هكذا قالوا الحمد لله اللي ما كتب ليش الله الحرام وراه دا المحاولة باش يصرق الجياجة وباش يوكلها ما قدر لهاش قالوا الحمد لله اللي ما كتب ليش الله الحرام يودي من البداية ما تعدش على حدود الله بمعنى الحرام واشنه الحرام المؤمن مع الحرام يؤرض عليه وبسهولة فيرفو اما اذا بحثت عنه ولم تستطع ان تحصول عليه فيكتبوا عليك مثلا الانسان مشاهدر شي حرام ولكن ما قدرش ما وصلش يكتب عليه الاثم ولكن اذا عرض عليه قالوا اني اخاف الله فيكتب له الاجر لان الاول يعاقب على قدرينيته انه عزم على ارتكاب الحرام والثاني انه امتنع خوف من الله عز وجل وهكذا كالجيل الصحابة رضو الله تعالى عليه يأكل الحرام يقطع ويحرق ولا يأكل الحرام يرتكب الحرام يقطع ويحرق ولا يأكل الحرام لماذا؟ لأنهم عندهم البصيرة احنا الآن في الزمان عندنا البصر ولكن ما عندنا البصيرة ما هي البصيرة؟ البصيرة كتشوف بها الى الاخيرة تشوف بها الى الجنة والنار نحن عندنا غير البصر كنشوفه غير الدنيا خصنين بني الدار خصنين تزوج خصنين دير المستقبل يكون عنده الفلوس يكون عنده السيارة اليو الاخيرة فينها؟ فين هي الحق بتاع الاخيرة؟ غادي تموت نتخلي كلش ولذلك الله عز وجل يقول فانها لا تعمل بصر ولكن تعمل قلوب التي في الصدور مش حال عنده واحد تعمل البصر ولكن قتل البصيرة ولا تعمل البصيرة لا فائدة من البصر نصر الله السلامة والله يحفظنا ويبعد عننا الحرام